السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف السابع اليوم رح اشرح درس جديد لمادة الجغرافية عنوانه الحرائق وموجات الحر بالبداية قبل ما نحكي عن حرائق الغابات في عنا سؤال ببداية الدرس اللي هو ما السوليكات الخاطئة التي يمارسها المتنزهون في مناطق الغابات والتي قد تسبب الحرائق زي ما احنا شايفين بالصورة حرائق الغابات الاسلوكات اللي بيقوم فيها الانسان هي عبارة عن اسباب بتساعد في انتشار الحرائق اللي هي اسباب بشرية رح نتعرف انه في عنا اسباب طبيعية للحرائق واسباب بشرية الاسباب البشرية اللي هي مثل رمي اعقاب السجائر واشعال النيران في الغابات وهي طبعا تصرفات غير منضلطة الاسباب الطبيعية مثل ارتفاع درجة الحرارة ارتفاع درجة الحرارة هاي كلياتها بتأثر على البيعة لما بزيد نسبة الاخطاء البشرية والعوامل البشرية بصير عندنا خسائر فادحة في الثروة الحيوانية والثروة النباتية وايضا انبعاث الغازات السامة الملوثة للبيعة بدنا نشوف التأثيرات الحرائق تأثيرات الحرائق على الغابات طبعا انها اثار سلبية على الصعيدين البيئي والاقتصادي الاول نقطة او اول اثر تقلص المساحات الخضراء يعني بتقل عنا نسبة الغابات لان الحرائق بتأدي الى تدهور في حالة الارض وهيك بتفقد قدرتها على الانتاج وعلى المحصول الزراعي وايضا انجراف التربة انجراف التربة بالمحصلة بيصير عندنا نقص في الانتاج الزراعي او عدم القدرة على الانتاج الزراعي الخسارة الاقتصادية احنا بنحصل على الاخشاب من وين من الغابات من الاشجار لما بصير عندنا حرائق رح نخسر اخشاب ولما الدولة بتحاول انها تقوم باعادة تشجير يعني بدها كلفة هاي الكلفة بتأثر على الاقتصاد على الاقتصاد الوطني بصير عندنا اياش خسائر اقتصادية خسائر بالاقتصاد الوطني وايضا خسائر السياحة البيئية الاحتباس الحراري الحرائق اللي هدور في زياد الاحتباس الحراري ليه؟ لما احنا بصير عندنا حرائق داخل الغابات هذا الاشي بيؤدي الى زيادة نسبة فعلي اكسيدي الكربون اللي هو الغاز الاساسي في ضهرة الاحتباس الحراري وهي بتأثر على الجو وبتعمل على زيادة درجة حرارة الجو وعدم حدوث توازن في البيئة بيؤدي الى وجود خلل في البيئة لانه الغابات بتساعد في تلطيف المناخ وايضا انه بتساعد كمان كمصادات للرياح وبتمتص بعض من الاشعة الشمس وبتعدل درجة الحرارة بس لما يصير عندنا حرائق غابات هاي الامور كلتها رح نفقدها وزيد نسبة ثاني اكسيدي الكربون في الجو مما يؤدي الى زيادة الاحتباس الحراري القضاء على التنوع البيولوجي للنباتات يعني انواع النباتات والحيوانات رح تصير عندنا قليلة جدا طيب هيك خلصنا الحرائق الموضوع الثاني بالدرس موجات الحرارة احنا بنشوف بوقتنا الحالي انه عنا تقلبات كبيرة في الجو يعني تقلبات جوية مفاجئة هاي بتأدي الى تغير في الاحوال الجوية يعني بترتفع درجات الحرارة مرة بتنفق في الدرجات الحرارة يعني فينا تقلبات جوية في اشي اسمه موجات الحرارة بدنا نعرف شن مقصود به موجات الحرارة هي ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها السنوية بما يزيد عن خمس درجات وتستمر لفترة لا تقل عن ثلاث أيام متواصلة طيب إذن موجة الحر ترتفع درجات الحرارة فوق معدلاتها السنوية خمس درجات وأكتر وشرط أنه تكون ثلاث أيام متواصلة عشان نحكي أنه عندنا موجة الحر موجة الحر لها تأثيرات وخسائر سلبية على الإنسان وعلى البيئة بشكل عام أول إشي الضيق والانزعاج النفسي حدوث وفيات نتيجة التأثير المباشر لارتفاع درجات الحرارة وضربات الشمس وهذا الإشي زي ما بيننا بالشكل فيه عندنا اختلاف بدرجات الحرارة في مختلف دول العالم من عام 1994 ل2010 الولايات المتحدة سجلت نسبة وفيات ب1980 بأفغانستان فرنسا الهند المرتغال ألمانيا إسبانيا فرنسا إيطاليا روسيا بنشاهد إنه أعلى نسبة وفيات نتيجة موجات الحار كانت عام 2010 بروسيا ننظر بنعرف روسيا منطقة باردة جدا وقريبة من القطب المتجمد الشمالي عند ارتفاع درجات الحرارة تؤدي إلى حدوث وفيات في الدولة التأثير الثالث تلف أنواع من المحاصيل الزراعية طبعا هذا بيؤدي إلى قلة الإنتاج الزراعي زي ما إحنا شايفين بالصورة بالمقابل نضج أنواع من المحاصيل الزراعية قبل موعدها يعني في عنا أنواع محاصيل الزراعية بتنزل قبل موعدها وهذا الإشي بيأثر على زيادة حجم المعروض الموجود بالسوق الزيادة الملحوظة في استهلاك المياه وارتفاع معدلات استهلاك الطاقة الكهربائية في المنازل ليش والمصائل استخدامها في عمليات التكيف والتبريد وأيضا توسع انتشار الحرائق في الغابات والأحراج طيب كيف أنا ممكن أوقي نفسي من موجات الحر أول إشي يعني ترك الوقاية من موجات الحر الاكثار من شرج بالسوائل وعدم الانتظار حتى الإحساس بمرحلة العطش ليه؟ لأنه العطش هو أولى أو أول درجات الجفاف عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أو العمل الشاق أو أداء التمارين في وقت الذروة وقت الذروة لأشعة الشمس من 11 صباحاً لثلاثة عصراً استعمال النظارة وارتداء الملابس الخفيفة الفطفاضة الفاتحة اللون كمان أخر حمام بارد أو رش الجسم بالماء البارد وغمر اليدين في الماء لمدة دقيقة عدم ترك الأطفال أو الردع والكبار السن وحدهم في السيارة أو في المنزل والحرص على معاوة الاتصال وإطمئنان عليهم لأنه هاي موجات الحرزة محكينا بتأدي إلى حدوث الوفاة وأيضا ضربات الشمس بالنسبة للنباتات نقوم بيريها في الأوقات اللي بتقل فيها درجات الحرارة تحديداً قبل المغرب قبل غروب الشمس يعني ليش إنها بتقلل من عمليات التبخر بتقلل من عمليات التبخر طيب خلينا نشوف السؤال الثالث من أسئلة الدرس اللي هو علل تؤدي الحرائق إلى خسائر اقتصادية ليش؟ لأنها تؤثر على الاقتصاد الوطني من حيث الكلفة وخسائر في السياحة البيئية بار تؤدي موجات الحر إلى زيات استهلاك الطاقة لاستخدامها في عمليات التكيف والتبريد للحرائق دور كبير في التغير المناخي وظهرة الاحتباس الحراري بسبب إطلاق ثاني أكسيد الكربون في الجو بكميات كبيرة وطبعا زي ما حكينا هاي بتؤدي إلى زيات الاحتباس الحراري السؤال البعده كيف بتأثر موجات الحارة على الإنسان؟ زي ما حكينا اللي هي النقاط الموجودة صفحة نقاط الموجودة صفحة 58 ضيق الإنزعاج النفسي حدوث وفيات 3 أنواع المحاصيل السؤال الخامس بتأدي الحرائق إلى تدهور البيئة الطبيعية بشكل كبير ناقش ذلك لأن الحرائق بتسبب في تدمير آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية وحرائق الغابات بتأدي زي ما حكينا إلى تدهور البيئة وعدم وجود توازن داخل البيئة وهذا الإشي بأدي إلى وجود خلال في البيئة وعدم الاتزان داخلها طيب طرق الوقاية من موجات الحار اللي هي اللي حكناها آخر إشي صفحة 60 اللي هي النقاط والسؤال الأول والثاني موجودين ببداية الدرس اللي هي تعريف موجات الحار والأسباب الطبيعية اللي بتأدي الحرائق اللي هي مثل البراكين مثل ارتفاع درجات الحرارة وهاي الأمور طبعا مش مسؤولة عنها الإنسان هي موجودة من الطبيعة هيك بكل أنهيت الدرس وحليت الأسئلة ويعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر